اشتركوا في القناة رضواء النور وسبحات وجبالاً أرسى بقدرته زرع وثمار ونبات أحوال الخلق يدبرها شهدت بالجود الخيرات بالجود الخيرات بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أحبتي في الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأرحب بكم في هذا اللقاء العلمي الإيماني المبارك من سلسلة آيات للموقنين لنتأمل خلق الأرض وخلق الجبال وخلق الماء والمطر ونتأمل الكثير من الحقائق العلمية التي سخرها الله لنا فالله عز وجل خلق هذه الكائنات ثم سخرها لخدمتنا ثم وضع فيها آيات معجزة ثم أنبأنا عنها في القرآن يعني انظروا إلى هذا الكم الهائل هل يمكن أن يكون قد جاء بالمصادفة؟ أن الطبيعة خلقت هذه الجبال مثلا وخلقت الماء وخلقت الحشرات وخلقت النبات وخلقت الكائنات الحية من حولنا والتي نستفيد منها ثم سخرتها لنا لتأتي مناسبة لحياتنا يعني مثلا انظروا النحل يصنع العسل منذ ملايين السنين بانتظار أن يأتي الإنسان ليستفيد من هذا العسل الذي يعتبر أكثر مادة شفائية في هذا الكون لذلك أيها الأحبة أنا اليوم أحببت فقط أن أخذكم إلى منطقة في غرب الصين فيها جبال مخططة ملونة وكأن إنسانا رسمها مثل طرق تستطيع أن تسير عليها كل طريق عريض جدا ولكنه بلون مختلف عن اللون الآخر يعني شيء غريب عندما يعني كشف العلماء هذه الجبال حديثا وهذه لم تكن معروفة في الماضي ولم تكن معلومة في الجزيرة العربية انظروا معي إلى هذه الألوان هذه الألوان طبيعية سنشرح سر هذه الظاهرة بعد قليل ولكن انظروا إلى هذه الألوان تتميز باللون الأحمر والأبيض وهناك لون أسود أيضا في بعض المناطق سبحان الله يعني الإنسان يتساءل هذه الألوان حقيقية وتزداد مع يعني ظروف معينة أثناء درجة حرارة الشمس وانعكاس الشمس تظهر بلون أوضح انظروا الغرابي بالسود اللون الأحمر اللون الأبيض الله سبحانه وتعالى أنبأ عن مثل هذه الجبال قال تبارك وتعالى وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ أي طرق بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود سبحان الله حدد لنا الألوان يعني شيء مذهل أن يحدد لك الله ظاهرة خلقها أصلا من أجلك لتستمتع بها ولها عمل هذه الجبال طبعا هذه الألوان لها عمل وأنبأك عنها وقال بعد ذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء سبحان الله إذا تأملنا هذه الجبال نرى فيها عظمة الخالق عز وجل نرى هذا التصميم الرائع من أين جاء هذه الصخور تختلف من مكان لآخر حسب طبيعة تلك الصخور مع العلم أن الماء الذي ينزل عليها واحد والهواء واحد وهناك إله واحد سبحانه وتعالى هو الذي يتحكم بهذا الكون جعل هذه الجبال بهذا الشكل المخطط ملون يقول العلماء أيها الأحبة إن الماء له دور كبير في تشكل ألوان الجبال فدورة الماء كما نعلم التي تتضمن تبخر الماء من المحيطات ثم تجمعه في الأعلى على شكل غيوم ثم بعد ذلك يتتكثف هذه الغيوم وتنزل الأمطار وتتشكل البحيرات والينابيع والأنهار وهنا الشمس نلاحظ أنها مسخرة كدينامو أو مولد لهذه الدورة والرياح مسخرة أيضا لحمل هذه الجزيئات من البخار وطبقات الجو بخصائصها مسخرة أيضا لتكثيف هذا البخار وتحويله إلى غيوم لتسقط بعد ذلك الأمطار آيات للموقنين هذه الأمطار عندما تنزل على الأرض تغير ألوان هذه الجبال حسب تركيب الصخور وحسب تأثرها بهذا الماء لأن الماء له دور مهم أيها الأحبة وبالتالي فإنك أيها الإنسان ترى هذا الماء وترى هذه الجبال وترى هذا الاختلاف يوجد مليارات الأنواع من النباتات بألوانها كلها تسقى بماء واحد وهناك مليارات البشر على اختلاف ألوانهم يسقون بماء واحد أيضا سبحان الله حتى ضمن النبات الواحد لا تجد ثمرتين متشابهتين ضمن الشجرة الواحدة لو أخذ ثمرها تجد لكل ثمرة هناك اختلافات سبحان الله وكأن الله يريد أن يقول لك إن الله هو الواحد الأحد سبحانه وتعالى الآن أيها الأحبة دعوني أتأمل معكم ماذا قال القرآن العظيم عن ظاهرة المطر الله عز وجل قال وَأَرْسَلْنَا الْرِيَاحَ لَوَاقِحَا الْرِيَاحَ تُلَقِّح السَّحَابِ فَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءًا فَأَسْقَيْنَا كُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ سبحان الله أشار هنا إلى ثلاث حقائق علمية حقيقة تلقيح الرياح للسحاب من خلال نويات التلقيح الموجودة في الغبار بشكل دائم وجزيئات الملح وأشار إلى نزول المطر وتخزينه في الأرض وما أنتم له بخازنين وأشار إلى أن هذا الماء عذب صالح للشرب فأسقيناكموه إذن الإنسان لابد أن يقف أمام هذه الآيات لابد أن يتأمل هل هذا خالق الرحيم أم أنه غير ذلك؟ هل هذا الإله يحبك أيها الإنسان أم لا؟ الذي سخر لك كل شيء؟ هل هو محب لك؟ أكيد الذي وضع لك كل هذه الآيات في القرآن وكل هذه الدلائل؟ هل هذا إله يريد أن يعذبك أم يريد أن يرحمك؟ ويريدك أن تبني يقينك به على العلم؟ نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بهذه الحقائق العلمية وأن يجعلها نورا لكل من في قلبه شك من هذا القرآن أن يرى من خلالها عظمة هذا الدين وعظمة وروعة الإسلام وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته آياته للموقنين رتالت ذكرا مبينا شمسه بالنور تسري قل من أقرى العيون أبدع الأوصان فضلا أنبات الحب الحصينا أجر بحرا عند بحر برزخ الآيات فينا مالك الأقدار ربي سامع للسائلين مالك أجر بحر